المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش التي تم استحداتها بموجب مرسوم رئاسي وقعه رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح ونشر بالجريدات الرسمية جاء وفق أسس قانونية وهيكلية وأخرى ثنظمية تحدد المهام والمسؤوليات السند القانوني الذي اعتمد عليه في استحدات المصلحة المركزية لأمن الجيش كانت وفق مواد دستورية إضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية ولأن الاختصاص وإدارة المهام لشرطة الأمن الجيش هي عسكرية محضة فقد أوكلت إدارتها حسب البرسوم لضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي يتم تعيينه طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني وفق هيكلة محددة تبدأ مركزيا ثم جهويا فمحليا هذه المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تبرز مهامها من خلال التسمية حيث تطلع بالحفاظ على أمن الدولة ودوامها واستمرارها وذلك بالتحقيق في التجسس الذي يعد أخطر الجرائم التي تهدد الدولة في كيانها وفق قانون العقوبات إضافة إلى الخيانة العظمى الجريمة التي تمس بالوجود السياسي للدولة نهيك عن المؤامرات السياسية والتحريض على الجرائب الواقعة على أمن الدولة كما تتصدى المصلحة الجديدة لشرائم الإرهاب الذي يعتبر الخطر الذي يتربص بوحدة الوطن وهيبة الدولة داخليا وخارجيا هذه المهام وأخرى التي حملها المرسوم المحدد للمصلحة المركزية لأمن الجيش جاءت بعد التغييرات التي عرفتها هذه المصلحة بمسميات أخرى في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة لكن هذه المرة تأتي انسجاما مع التحدية الكبرى التي يرفعها الجيش الوطني الشعبي لتطوير قدراته وتحديث آليات التسير المحترف للجيش الوطني الشعبي ترجمة نانسي قنقر